فده هيوديني لفكرة ان السنة دي احنا عندنا تلت بطولات بنلعب عليهم بطولة لم يتبقى لنا الا تسعتاشر لقاء بعد ما لعبنا خمستاشر لقاء تعرفين الدور الاول سبعتاشر الدور التاني سبعتاشر اربعة وثلاثين اسبوع لعبنا خمستاشر يتبقى لنا تسعتاشر اسبوع بجانب تبقى لنا مطشين في كاس مصر اللي فات امام اسوان ثم ننتظر من سيصل للمباراة النهائية بعد ما اكد اتحاد الكرة على عدم الغاء بطولة كاس مصر الموسم الماضي هو عندنا كاس مصر الجديد باذن الله كلام ده مدته قديه احنا النهاردة تقريبا 20 ابريل فاضل 25 26 27 28 اربع شهور ونص اربع شهور ونص انا اتوقع ان كل الحاجات دي هتخلص عشرة تسعة حاجة زي كده نص تسعة وبالتالي اربع شهور ونص فيه لعيبة هتفضل في الفرقة وفيه لعيبة هيجي لها عقود وهتتعاقد مع عندها تانية وهتنهي مشوارها الاحترافي مع نادي الزمالك الاربع شهور ونص دول اشتغل انت على نفسك كلاعب والله فيه لاعب هينتقل لنادي اخر مصري وفيه لاعب هينتقل لنادي سعودي وفيه لاعب هينتقل لنادي اوروبي وفيه لاعب هيجدد وفيه حارس ممكن يجدد وممكن يروح للسعودية لكن نادي الزمالك واللي بأكد لكم من خلال كلام المستشار المرتضى منصور معايا انا شخصيا ان الملف ده الناس شغال عليه كويس جدا امير مرتضى منصور زي ما احمد مرتضى شغال على ملف العاب الصلاة دلوقتي وبنحقق نجاحات الحمد لله الملف احنا عندنا ملف الفريق وتكوينه ملف ده مسكه امير مرتضى منصور بجانب كابتن الكبير كابتن جمال عبد الحميد بجانب المدير الفني القدير والكبير مستر فيريرا الملف ده مين اللي هيفضل مين اللي هيكون مناسب ان احنا نجددله لو لدينا رغبة للتجديد مين اللاعب اللي هيكمل معانا اللي اربع شهور ونص دول وهيمشي مين اللاعب اللي لديه رغبة في انه يتباع ويروح نادي تاني في كتير هم نتكلم دلوقتي عندنا اشرف بن شرقي كلام قوي جدا على رحيله للدوري السعودي ما عندناش مشكلة اشرف العيب كويس والعيب مهم غاب المطشين اللي فاتوا هيرجع مطش المصري بإذن الله يكمل الاربع شهور ونص دول وهنقوله شكرا على المرحلة اللي كان متواجد فيها معانا ونتمنى له التوفيق في نادي اخر هل بقى اشرف بن شرقي هيكمل معانا اللي اربع شهور ونص صعب لو تعاقد مع نادي تاني هيكون صعب لان انت الدوري السعودي اساسا بيبتدي نص تمانية الدوري السعودي بيبتدي نص تمانية فالطبيع ومنطقي ان انت هتروح فترة اعداد هيمشي امتى ممكن تفقد لعيب زي اشرف بن شرقي لو انتقل للدوري السعودي قبل نهاية الدوري لان احنا الدورياتنا بسم الله ما شاء الله بتطول وبتلحم في المواسم مع بعض عندنا ابو جبل في كلام هل هيبقى ابو جبل ام يرحل ابو جبل خصوصا مع عودة جنش باذن الله الموسم الجديد ومع فكرة عودة محمد صبحي الموسم الجديد باذن الله مع تفاهم مع نادي فاركو اللي قيده مقفول الصف اللي جاي هنشوف كل شيء وارد بالعلاقات وبالود وبالاحترام ما بين الاندية كل شيء بيتحل خصوصا في قوة رئيس نادي الزمالك وعلاقاته الطيبة مع الاندية المصرية مصرشان محتضى منصور بجانب ايضا طريق حامد اللي بنتمنى انه يبقى في مكانه وفي وضعه وفي قيمته في نادي الزمالك وانه هو يبتدي ياخد ويدي اتمنى رغم ان الزمالك قفل الباب لكن طريق حامد بالذات اعتقد يعني طريق حامد ابو جبل نتمنى يا رب ان شاء الله كل شيء مفيش حاجة يقينية جماعة مع الوقت ومع الانتصارات ومع الاداء داخل الملعب ومع التركيز لا كل حاجة بتتغير والجماهير بترجع تتعاطف تاني والادارة ادارة نادي الزمالك ونادي الزمالك دايما ما عندوش فكرة اللي ايه اللي هو ايه لان احنا بلعب كرة احنا بني ادمين في النهاية احنا مش في سجن احنا مش عقاب لا في بعض الاحيان بيعاقب لكن العاطفة والمشاعر والعلاق كل حاجة ممكن تتحل بسهولة بيسر وبكل السهولة وبالتالي انا بأكد لكم سيف الجزيري سيف الجزيري عندو كاس عالم في شهر 11 سيف الجزيري بنسبة كبيرة هيكون متواجد في كاس العالم ممكن يجي له فرصة سيف الجزيري عندو شرط جزائي في عقده قد يرحل لو جاله عقد حمزة المسلوسي لعيب كويس جدا يعني قد يوفق في بعض الاحيان لا يوفق عندو كاس عالم ايضا قد يبقى في النادي قد يرحل لكن المؤكد ان الزمالك السنة الجاية رزق سيسي في طريقه اعتقد لنادي الاتحاد السكندري مش لاقي نفسه في نادي الزمالك كان متقلق جدا في الاتحاد السكندري بعد الاصابة مش لاقي نفسه لغد الوقتي ومحمد وناجم من الواضح خلاص ان هو منتظر نهاية الموسم للعودة مرة اخرى لنادي الوداد بيته ومناديه اللي اتربى فيه او يعني اتنجم فيه لان هو ما كانش من من نادي الوداد هو تم شراءه من نادي في الدرجة التانية في المغرب ثم ذهب للوداد تعلق بصورة كبيرة وتم شراءه ثم عاد للوداد تعلق ثم عاد للزمالك ما لقاش نفسه هيرجع تاني الوداد ونتمنى له كل التوفيق محمد وناجم من اللعيبة المحترمة جدا وال يعني ما لقاش بصمة جميلة زي مثلا الحميد احداد كان في يوم الايام في نادي الزمالك ما كانش لعبه مش لايق مع الزمالك او مش لاقي نفسه مع الزمالك لكن مع الرجاء لقي نفسه وبيلعب نشاط كويسة جدا ولعيب اساسي في الرجاء وبيعتمد عليه دايما يعني بطريقة اللعب هناك